نصري دي النابي في تصرحاته مبارح في كل الأسئلة ردا في المؤتمر الصحفي كل كلامه كان إيجابي جدا على النادي الأهلي قال عند في مصر زقريات جميلة أنه كان بيقود الإسماعيلي في فترة من الفترات قال فرصة جيدة بالنسبة لنا عقابل النادي الأهلي دي فرصة لا تتقرر كثيرا وسعيد أنا وكامل اللاعبين بمواجهة النادي الأهلي قال الكبير كبير لكن ليس هناك مبررات في حلول أكيد لنا أضر بيها ألاعب فيها فريق النادي الأهلي قال لمباراتي الأولى مع النادي الأهلي يا فرصة جيدة بالنسبة لي وليس العكس قال لي الأهلي هو المرشح الأول للتأهل من هذه المجموعة والسلاس فرق في البطولة وفي المجموعة فيتا المريخ سيمبا كلهم سيتنفسوا على البطاقة الثانية قال أنا توليت المسئولية من عشر أيام لكن طبعا مش أحط مبررات عندي لعيب من أغاندا جبت لعيب من جامايقة لكن طبعا لسه الإنسجام مفقود واللعيب الجامايكي غالبا مش هيكون جاهز وفيه أزمة في قيد اللعب الناجيري اللي أنا تم التعاقد معه عشان ما يكونش موجود أو غالبا مش هيكون موجود في مباراتي الأهلي أمير كمال مدافع نادي المريخ قال كنت أتمنى اللعب أمام جماهير النادي الأهلي في هذه المبارات الكبيرة وسنبزل أقصى ما عندنا عشان نقدم مبارات كبيرة جدا ده الكلام اللي تقال في المؤتمر بعد المؤتمر كان فيه أسئلة بقى في إطار اللي أنت عايز تاخد تصريح معين وانت مثلا بتسأل المدرب هل تتوقع أنك عتخسر مباراتك قدام النادي الأهلي فطبعا لما تتسأل سؤال زي ده إجابتك يعني أنا جاي يلعب أنا مدير فني أكيد مش هخسر أو أكيد جاي يعمل مبارات كبيرة فكان لي ردود البعض خدها أو اكتزاها من السياق الأساسي وعمل عليها ترند أو كلام كبير عبر السوشيال ميديا لكن بالأمس كان فيه احترام متبادل في كلا تصريحات المدربين سواء بيت سمو سماني أو نصر الدين نابي